موسيقى الخامسة من التلفزيون المصري أهلا بحضرتكم أهلا بك أهلا بك ياسر أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي والقائد للقوات المسلحة الليبية الرئيس السيسي يؤكد مؤصلة الجهود لضمان وحدته وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية موسيقى الرئيس السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر ويؤكد أن التقرير شهادة على صمود المصريين في مواجهة التحديات نشرت الخامسة أهلا بحضرتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر لجهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدته وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا إلى إجراء الاستحقاق لانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري فضلا عن مناء التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وكذا يخرج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس باجلس النواب الليبي عقيل صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية في ضأ خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق وخلال اللقاء ثمن الرئيس السيسي حرص المسؤولين الليبيين الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية من جانبهما أعرب المسؤولين الليبيان عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانيات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد تسلم رئيس عبد الفتاح سيسي تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في مصر دلعام الجاري 2021 خلال احتفالية إطلاق التقرير وأمام الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش الاحتفالية تحت عنوان التنمية حق للجميع مصر المسيرة والمسار أكد رئيس السيسي أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه صادر من متخصصين وخبراء وجهات دولية الشهادة بتاعت التقرير مش لي نحن الحكومة ولا للدولة الشهادة للمصريين للشعب المصري تقرير هو الثاني عشر تصدره الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 تقرير أهداه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري الذي وصفه بالبطل الحقيقي وصاحب الفضل في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي كل الدول لديها يعني مفكريها وباحسيها والمتخصصين اللي ممكن يطرحوا المصارات المختلفة لكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستعاب الناس وقبولهم ليه وبالتالي لما عملنا الإصلاح الاقتصادي كمسار آخر محتاجين نتحرك في نتيجة التحديات اللي بتمر في مصر كان الشعب المصري اللي أنا من هنا بقوله شوف النهاردة التقرير ده شهادة لك شهادة لك انت شهادة الدولة المصرية دي شهادة للشعب المصري تحديات فرضت نفسها إقليميا ودوليا وفي القلب منها مصر ولكن لأنها أيضا مصر جاءت التنمية كجزء من حربها ومواجهتها للإرهاب كمسار آمن عبر البناء والتنمية كان المسار المحتمل اللي ممكن كل الناس وكل المتخصصين انه هم يعني يرشحوا يأكدون ان احنا ممكن نمشي فيه هو مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب الصعبة اللي مرت على مصر خلال السبع تمان سنين اللي فاتوا فاحنا ما عملناش كده واعتبرنا ان حربنا ضد الإرهاب في مصر وفي المنطقة هي حرب مبنية أيضا على البناء والتنمية والتعمير لأن احنا اعتبرنا ان حربنا عدد الإرهاب جزء منها هو البناء والتنمية في مصر وبالتالي احنا خدنا مش مصر واحد في المواجهة احنا خدنا المصارين الرئيس دعا أيضا وضعي التقرير إلى الأخذ في الاعتبار تحديات أخرى كقضية اللاجئين مع دعوة إلى أن يتضمن التقرير القادم ما تقوم به مصر في مبادرة حياة كريمة للنهوض بمواطني الريف المصري في غضون ثلاث سنوات فقط احنا بنتمنى أن السنة اللي حيطلع فيها التقرير ان شاء الله السنة الجاية السنة اللي بعد الجاية يعني طروا أمر أحب أسجله دلوقتي أنا عايز أقول لكم أن الخطة اللي موجودة بتاعة حياة كريمة اللي مرصود لها ستمية سبعمية أو يزيد المفروض ده لموازنات السسمارية للوزارات الدكتور مصطفى لمدة عشر سنين يعني الكلام ده كان ممكن أن يبقى لهم فقدة يتم تحقيقه خلال عشر سنوات قادمة عشان يحقق أمراضه احنا مصرين ان احنا نحققه خلال الثلاث سنين دول اعتبر من نص السنة دي والمدة الثلاث سنين ينفق الستمائة سبعمية مليار دول في كلمته أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي ركز في جوهره على المواطن عبر قطاعات عدة كالتعليم والصحة والسكن اللائق للارتقاء بالإنسان الذي هو الثروة الحقيقية للأمم انفقنا في التعليم ما قبل الجامعي أكثر من خمسين مليار في العديد من المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية أيضا في التعليم العالي الحقيقة هناك مشروعات الدولة بتنفذها انتهت من عدد منها وبتنتهي في الفترة القادمة منها بمشروعات تتجاوز الخمسمائة وخمسين مشروع بإجمال استثمارات مية واربعين مليار في مجال الصحة 2013 استثمارات العامة 2.7 من عشرة في قطاع الصحة في 2021 اربعة وخمسين مليار الحقيقة في مجال السكن اللائق أيضا بيأتي على رأس هذه النهاردة المبادرات والمشروعات العملاقة مبادرة حياة كريمة اللي النهاردة بنستهدف بها تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن مصري التقرير الذي رصد التنمية البشرية في مصر على مدار عقد كامل من عمر الوطن جاء مؤكدا قدرة الدولة المصرية على إصدار البيانات كمؤشر أساسي لحجم التنمية في مصر يعكس بتقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها نتج عن كل هذه الجهود العديد من المؤشرات الإيجابية خصوصا في ارتفاع معدل النمو وتراجع معدل البطالة وانخفاض معدل التدخل وهي ثلاثية يعلم الخبراء الاقتصاديين والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبة تحقيقها معا ماذا بعد هذا التقرير؟ سؤال طرح خلال حلقة نقاشية على هامش إطلاق التقرير تناول فيها الخبراء منهجية إعداده وما يمكن أن يضيفه سواء لمصر أو لغيرها من الدول السائرة على نهج التنمية التقرير في نهايته جاء بالعديد من التوصيات أول حاجة هي القضاية الخاصة باستكمال البنية التشريعية قانون الموازنة الموحد قانون التخطيط العام للدولة قانون حرية تداول المعلومات قانون حماية المبلغين والشهود قانون الملكية الفكرية قانون الإدارة المحلية قانون الأحوال الشخصية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخبراء في التقرير رصدوا أن فيه أولوية أساسية لهذه التشريعات فيما يتعلق بجذب الاستثمار والقطاع الخاص دخول القطاع الخاص بشكل مباشر سواء كان القطاع الخاص الأجنبي أو القطاع الخاص المحلي سيؤدي إلى تسريع خطى التنمية في مصر لأنه بيزود مصادر التمويل للتنمية في مصر وكان مسؤول المنظمة الأممية قد أثنوا على التزام مصر بالنهج التنموي وبخاصة في تلك الفترة المفصلية من عمر العالم مع تداعيات جائحة كورونا المستمرة في عامها الثاني أود أن أشيد بجهود مصر في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة كانت مصر واحدة من أكثر الدول النشاطا التي اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس وتمكنت الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس من الاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأيضا الحفاظ على اللاجئين والمهاجرين وفي ذات الوقت الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي التقرير يسجل نجاحها مصر في تحقيق تحسينات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق وفي توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة وجيدة الاستهداف لتوفر الحماية الاجتماعية لأكثر من 3.8 مليون أسرة فقيرة في عام 2021 التنمية حق للجميع مسيرة اختارتها مصر ومصار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الاولى وشعب وقف خلف قيادته السياسية لتتجلى صورة اليوم في تقرير يرسم ملامح حاضر ومستقبل مصر الذي نبتغيه جميعا باهرا يليق بمصر الحضارة ملهمة الانسانية وصانعة التاريخ سارة متولي التلفزيون المصري وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد نجيب أبو زيد الأستاذ بالجامعة الأمريكية دكتور محمد بعد التحية تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في مصر له أهمية خاصة نظرا لأنه صدر من متخصصين وجهات دولية تأثير هذا التقرير الإيجابي حول الثقة في قدرة الدولة على تحدي الصعوبة مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام طبعا تقرير من جهة دولية تقرير هذه التقارير بسبب تقارير بتراجع بدقة بتستمد بياناتها اللازمة المشاهدة عارفة تستمد بياناتها من أكثر من رافض ليس هناك مصدر واحد للمعلومات يعني تبقى المعلومات بتققى ومن المصادر كثيرة وبتراجع مراجعة دقيقة للإجابة على شؤال حضرتك الجميل هو تأثير هذه التقارير بتعكس صورة للعالم كله على الجهود المصرية وعلى نعكاساتها على الشعب المصري يعني لا يفصل مثل هذه التقارير على الإشيادات الدولية على رغبة دول وجهات في الاستثمار في مصر حينما ترك جهود لدولة والشعب بيحاول وبنجاح الحمد لله وربنا يديم هذا النجاح أن تكون المورد الأساسي له وهو قواه البشرية بكل تفاصيلها بالتعليم بالصحة بالتنمية بمواجهة الأزمات والكبوات والأخطار اللي بتحيق بالعالم أنه بتعامل معها بجدية لأن إحدى الجمل التي قيلت اليوم أن نحن بنقدر بالمثل والرئيس نفسه ما شاء الله هو مثل وقدوة كما يعني أشارة الجهات الدولية مفروض يعني يحدى حزوها أو يعني يستمر بها من قبل الجهات الأخرى فهذه إشارة طبعا دولية لها نحن نشات كبيرة جدا داخل مصر وخارجها نعم أيضا دكتور محمد أقيد هناك مردود إيجابي لهذا التقرير على الاقتصاد المصري طبعا طبعا هو خلي بال حضرتك هذه التقارير يبقى داخل فيها المؤسسات الأقصدية كجزء يعني هي يعني هي في جزء التقرير نفسه وهو مفضل عنه جزء أهم جدا وجزء الآخر هو ما يخرج عنه وما ينتج عنه طبعا حضرتك والمشاهد يعني تماما أن أي نهض لأي دولة أي مؤسسات تنمية وطبعا حضرتك ومقدمة حضرتك والتقارير في القناة يشير إلى النمو الاقتصادي ومعادلات تنمية طيبة للغاية لازم نقول في ظل تراجع وانتكاسات في معظم دول العالم ما كانش الغالبية العظمى كمان للعالم نعم هو مرضود على الاقتصاد كأداء ومرضود على الاقتصاد في رغبة المستثمرين أنها تحولتها استثماراتها تعاملاتها مع مصر تعاملات مطلوبة مع دولة اقتصاديا بقواها البشرية قوة متماسكة وقوة وعدة يعني دكتور محمد نقدر نقول أن التقرير يعتبر بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولي أو ممكن نستفيد منه أنه يعني يعمل طمأنة للاستثمار الأجنبي في مصر في السنوات القادمة بالقطع طمأنة للمستثمرين وأيضا طمأنة للشعب المصري في ثقة المطلقة في قيادته وفي مجهوداتها وأيضا خلينا نكون برضو على الجانب المحطس هذه ليست نهاية المطار النجاح يتلوه نجاحات والنجاح بيزيد الرغبة ويبتح الشهية المزيد من النجاح يعني ما بدأ وما نفسي فيه الآن تكون ماشي على الطريق الصح تبعاوز تكمل تبعاوز تنجل تبعاوز توصل لأعلى مراتب النجاح فطبعا شهادة قيمة جدا وفي توقيته وخلي بقى حضرتك يعني أنا دائما بقسة هذه أنا بكون سعيد جيدا بيها وبحب أجاوبها في إطار أشمل الإطار الأشمل شوف حضرتك مبادرات حقوق الإنسان برضو من أيام قليلة شوف شهادات النمو الاقتصادي والتصنيف الاقتمامي من الاقتصاد ككل معدلات النمو تنظر نظرة شاملة للأداء الكلي وليس فقط من منظور واحد فقط سواء كان التلمين البشرية أو غيرها ولكن أداء متكامل للأقتصاد المصري وللجهود المصرية ومبادرات المصرية شكرا جزيرا لحضرتك الدكتور محمد نجيب أبو زيد الأستاذ بالجامعة الأمريكية كنت متحدثا هاتفيا إلينا شكرا لك كذلك نضم إليه عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصات الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع أستاذ أكرم أهلا بك إذن هكذا تقرير بمثل هذه الأهمية تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في مصر إلى أي مدى يعكس حجم الإنجاز الحقيقي الذي حققته مصر طوال مسيرات في السنوات الماضية منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي طبع مجرد سدور التقرير بعد عشر سنوات من التواقف ده الحد ذاته إنجاز يعني لكن كمان التقرير بيقدم خالفة كاملة أو صورة كاملة اللي بيحصل أدالة اتصادي بالإصلاح بالتصادي بعد ست سنوات بنتكلم على خرائط التنمية المشروعات القاومية الطرق البنية الأساسية نسفة النبو قريطة التنمية من مبادرات اللي حصلت بتأثيرها اللي حصل في الصحة اللي حصل بتمثيل المرأة اللي حصل في الإجراءات الاجتماعية وتكافل وقرامة وحياة كريمة والسيارة تكريف المصري لكل الحقيقة التقريب بيتضمن حاجات مهمة وبيمثل يعني حاجة مهمة في مواجهة إنه مصري ازاي بتعاملت مع التحديات المختلفة وتحركت لإدالة أي معاوضات أو كده فده في النهاية طبعا دي مش معلومات الدولة المصرية بس طلعا لكن كمان حقيقة إن أمم المتحدة شريفية وبالتالي فإنه إحنا بعد عشر سنوات من التوقف تقد الصدور ده بيشير إلا إنه بحالة منها الاستقرار تاسوي محديدات مرات أجنبية بإنه حركة التنمية وسلسفين تعامل مع المشكلات المختلفة زي كرونا زي الفقر زي العشوائيات زي بايروس زي مليون صح كمبادرات استراتيجية المغادرات اللي نجحت لأنها تخلي كتير من المشكلات يعني كل الأمور دي بتدي انتباع أو بتدي تصور لفرائد التنمية والدموق والحركة العامة فيما يتعلق بدها فإحنا عندنا إصلاح التصادي كان شفاع حي الرئيس وقت طبعا حيث الشعب المصري إنه فعلا لو لا الشعب المصري ما كانش ممكن إصلاحة التصادي ده ينجح إحنا واجهنا مشكلات كبيرة واجهنا تأثيرات اجتماعية استطاعت إن هي تتكون مقرمة أو غيره تتغلب عليها إلى حد ما في تطوير لمشهور التعليم في التأمين الصحي في أكثر من المحافظة في سبيله لأنه يكتمل تأمين صحي شامل يوفر الأمن الصحي لنا يعني أعتقد أنه التأرير مهم لأنه بيشتح بيبقي خريطة واضحة لأنه إحنا نستطيع أنه دير ما يمكننا حسابه والنعارضة بقى فيه أدوات للحساب وأدوات للقياس وغيره كما إزاي مصر إيه المشكلات اللي بتوجهها إزاي الزيادة السكانية وإزاي نتعامل معها وممكن يتم خفضها وفي حالة خفضها نسبة النمو وتظهر أكثر ونتائج التنمية تظهر أكثر إزاي تكافؤ الفرص وتمكن المرأة ورفعات الأقل إزاي دولة احتياجات الخاصة زي تقليل التمييز ويمكن السبب اللي فات كمان رقم بالموضوع كان فيه براتيجية الوطنية لكل الإنسان وإزاي إنه الحقون الاجتماعية والحقوضية مهمة لكن كمان حريات السياسية والمدنية والمجتمع المدني وقانون الجامعيات يعني احنا بنتكلم على خلال سنوات مصر كان فيه في حال فيه تهديد إرهاب في اقتصاد منهار فيه كهرباء فيه فيه آه طرق مكسرة وفيه آه زحام ودوقع مهارده الصورة تلفة بتدي انتباع أكثر بالاستقرار بالقدرة على تنفيذ أجندات أو اجتماعية وقتصادية بشكل مهم فيه سياقات مختلفة آه تنظيم يعني مدن جديدة وعصمة إدارية ممكن تبقى برضه بتوسع فيه أنفاء في سينة فيه محاولات فيه إقامة مجتمعات جديدة يعني كل دي صور مهمة طيب دعنا نتوقف عند ما ذكره دكتور خالد زكريا أمين المؤلف الرئيس لهذا التقرير هو تحدث بموضوعي أنه مصر حققت إنجازات وخطت خطوات وقفزت قفزات واسعة جدا في العديد من المجالات ولكن ما زال هناك بعض الأرقام والمؤشرات المتواضعة التي لابد من البناء عليها والعمل عليها كالتمكين الاقتصادي للمرأة مسار التحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية نسبة تسارم من التعليم ومؤشرات التعليم رغم من تحقيق مصر لي أيضا مؤشرات أفضل من السنوات السابقة لأي مدى هذا يطفي نوع من الموضوعية على هذا التقرير طبعا بالتأكيد نحن بنا نقول نحن مش نصلين لأفضل حاجة أنا بقول أنه المقارنة بين 8 سنوات سابقة كنا فيه وإنه فيه دي نقطة مهمة لكن في التأكيد فيه مشكلات مهمة فيه الفقر مثلا هو مقاومته تمكين الاقتصادي للمرأة احنا بنتكلم على التمكين الاقتصادي لهموم المصري بمعنى إنه معه فيه شباب برضه محتاج تمكين الاقتصادي بمعنى يعني سندوق تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيهم بدور فيه تمويل بعض المشروعات للشباب أو للمرأة أو للأسرة ده بكلام مهم فيه تمكين اقتصادي تمكين سياسي للمرأة في الوزارة أو في البرلمان والأحديد تقوط معانى ده كلام مهم فيه تمكين تلقضاء كل الهيئات القضائية المعارضة دي ما فيها مجلس الدولة اللي كان على مدى عقود ما كانش موجود أصبح موجود لكن كمان التمكين الاقتصادي لأموم المصري ده كلام مهم وأظن من الدولة وضعها لأطبار ضمن المغادرات فكرة الرقمانة طبعا العصمة الهدرية ستبقى نموزة لقاعدة المعلومات والرقمانة كمان فعلا حكومة محتاجة تطور للخدمات الإلكترونية وعاقصت أنه الرئيسة المتحدثي بيضاع عن هذا الأمر وبيوليها عامية لأنه احنا تأخرنا إلى حد كبير في كسير من هذا الأمر وأظن أنه في مكان في السندرية ونتكلم على الجمارك وتقليل العنصر البشري عشان مقفحة الفساد يعني كل دي معوقات احنا لازم نعملها لك أن نواجهها بس نواجهها بأنه دولة معرضة ويقفتها في كل الملفات بشكل متوازي يعني ما فيك ملف نبتح ملف تاني وفي نقطة مهمة جدا فيما بعلق بهذه القضية بشكل واضح طيب دوما في كل الإشهادات التي تخرج من الأمم المتحدة بخصوص المؤشرات التي تحققها مصر ومختلف الإنجازات دايما الأمم المتحدة تثمن على الالتزام التزام مصر التزام السيد رئيس حتى بشكل شخصي في بعض التقارير كانت تثني على التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بما التزمت به مصر من برامج اتفقت عليها مع الأمم المتحدة ما الرسالة التي ترسلها مصر الالتزام ده بيدي ثقة والثقة مبنية على أنه يبقى فيه خضاب واحد للدولة للدولة لها خطاب واضح جدا ومحدد فيما يتعلق بالقضاء الداخل هي القضاء الخارجية دي نقطة مهمة جدا وهذا السيقة ظهرت فيه كلام كتير جدا وفي تحصيل مبادرة الوقف المواجهة بين قوات الاحتلال الإسرائي والفلسطينيين وغيره لكن كمان حقيقة الالتزام مثلا بسداد أخصات القروض يعني الإسلحة الاتصادي صعب جدا وفعلا كان بيكليه تدعيات تمت الدولة علاجتها بشكل واضح لكن كمان حقيقة الالتزام مصر باستداد بيدعم فكرة الاصول على قروض أخرى أو على الأقل بيدي ثقة اقتصادية لأنه محتاجة أتعلمها عالميا على اعتبار أنها مغادرة زي القضاء على فيروس خدتها مواصمت الصحة العالمية واعتبرتها أفضل نبوذج للتعامل مع مشكلة كانت واضح المصريين كانت تأكل أكباب المصريين يعني مثل هذه المغادرات احنا تقريبا الأهداف المختلفة للأمم المتحدة تقريبا مصر 13 هدف أو غيره موجودة بشكل واضح أن المواجهة الفقر بأسيرات الإصلاح الاتصادي التنمية تنمية الريف تمكين المرأة تمكين الشباب دول احتياجات الخاصة البناء والتنمية فيما يتعلق بالمدن الجديدة والإسكان الاجتماعي يعني أعتقد أنه احنا متبقين مع هذا فدي تبدي شفة أكثر من المؤسسات الدولية تقرير زي تقرير تنمية أنه يتضم الفرص والإمكانات والتحديات ده كلام مهم لأنه بيتم التعامل معك شفافية في الموضوع أنا أشكرك الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع كنت معنا عبر الهاتف أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إنشاء مزارع مصرية نموذجية مشتركة في القرات الأفريقي يعد أحدا المشروعات التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القرى وأشار مدبولي خلال لقائه وزير الزراعة والتصلاح الأراضي السيد القصير أشار إلى حرس الدولة على نشر منظومة تلك المزارع بالدول والتجمعات الإفريقية كوسيلة من وسائل التقارب وتعزيز الروابط مع جيرانها من دول القرى من جانبه قال القصير إن هناك العديد من المزارع النموذجية المشتركة مع عدد من الدول الإفريقية كما أنه من المخطط إقامة أربع مزارع أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة وهناك مزارع أخرى موقع بشأنها مذكرات تفاهم مستعرضا الموقف الحالي والمستقبلي لهذه المزارع وفي شأن آخر استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبدالدايم حول أنشطة الوزارة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات أسيوت الشرقية البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من الأول من أغسطس الماضي إلى الثاني من سبتمبر الجاري وصف رئيسه والوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ أمس بالمهم والجيد وأشار إلى أن الاجتماع وضع البنية الأساسية لإقامة علاقات جيدة بين الجانبين وأوضح بينيت أنه بحث مع رئيس السيسي سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وأشدد على ضرورة بذ مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات عقدت بمقر أعمال الجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي ومنها الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي لتعامل مع حالة الطوارئ في ضوء تفشي جائحة كورونا تمهيدا لتطوير ودعم النقل في الدول العربية عقد الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط في الدول العربية برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة ممثل الدول العربية المعنيين بقطاعات النقل الحقيقة الاجتماع المشترك للجان الفنية ده اجتماع مهم جدا ده تقريبا المطبق اللي احنا بنقش فيه الموضوعات اللي احنا بنترحها في المرات السابقة في الاجتماعات السابقة بيبقى فيه جزء تفصيلي احنا بنذاكر هذه التفاصيل وبنجهزها للعرض على مجلس الوزراء العرب القادم ان شاء الله لكن في المجمل اللي هي موضوعات مهمة جدا يعني تدرقت لموضوعات تمس كل الدول العربية وعلى اهمية عالية جدا من العمل المشترك وهو ده اللي احنا عايزين نوصله بين الدول العربية وفيه حاجات ملموسة على الارض وان شاء الله في الفترات القادمة هيبقى فيه حاجات مشروعات قوية بإذن الله مشترك فيها كل الدول العربية على مستوى واحد خلال الاجتماع تم التأكيد على اهمية وجود دليل الاسترشادي عربي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل للتعامل مع الحالات الطارئة ومنها جائحة كورونا على جدوى الاعمال أننا اليوم عديد من المواضيع بعضها الفني وبعضها التقني وأهمها يمكن ومن أهمها نظرا للظروف التي تحيط بالعالم اليوم وانتشار الفايروس اللي بدأ ينحصر الحمد لله هو التوافق على دليل استرشادي للتعامل مع مثل هذه الأزمات وفي حالة كل الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها في حال في حال الظروف اللي نمر فيها اليوم هناك حقيقة كثير من المقترحات التي تم مناقشتها سابقا والغاية منها حقيقة هي من أجل تسهيل عملية اللي هي العبور لوسائل النقل ما بين اللي هي الدول العربية وان شاء الله هناك أيضا بعض الأمور الفنية بما يخص الأوزان والأحمال والأمور اللي هي التي يتم النقاش فيها اليوم إن شاء الله ونحن كلياتنا أكيد متفائلين بأن يخرج هذا الاجتماع إن شاء الله بتوصيات تسهل عملية اللي هي الانتقال والحركة ما بين اللي هي الدول العربية الشقيقة خلال الاجتماع تم مناقشة تفشيج أحد فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على كافة نواحي الحياة في المجتمع الدولي والعربي وكيفية رفع مستويات الوعي وتعزيز القدرات خاصة أن قطاع النقل العربي كان أحد أكثر القطاعات تضررا جراء الأثار السلبية لتلك الجائحة تحديات عديدة تشهدوا قطاعات النقل على مستوى العالم سواء البرية أو البحرية بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى خسائر كبيرة لذا تسعى الجامعة العربية لتوحيد الرؤى بين الدول العربية لدعم شركات النقل العربية في مواجهة تلك التحديات من الجامعة العربية منذر أبو دوح التلفزيون المصري التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف السفير حداد الجوهري سفير مصر الجديد لدى غنية الاستوائية وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن بردامجة تدريب الأئمة من مختلفة الدول بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارا طيبا في رفع كفاءة الأئمة مشيرا إلى أنه في ظل الإجراءات والأوضاع التي فرضها وباء كورونا وصل الأزهر هذه الدورات عبر الإنترنت كما نقش شيخ الأزهر والسفير الجوهري فكرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية من أجل تأهيل طلاب وأئمة غنية الاستوائية للدراسة بالأزهر وتأهيلهم العلمي والديني أكدت وزيرة التجارة وصنعاني فينجامع الحرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع دولة الإمارات وزيادة وجود الشركات الإماراتية بالسوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات التي عقادتها وزيرة التجارة والصناعة مع موثلي عدد من الشركات الإماراتية الرغبة في الاستثمار في مصر حيث أوضحت أن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطا كبيرا في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات وأشارت جامع إلى حرص مصر على تعزيز قدرتها في التوسع بإنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة وعزم إنشاء تحالف مع شركات ألمانية وسويسرية للاستثمار في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر وقعت شركة المصرية القابدة للغازات الطبعية والشركة المصرية القابدة للبترو كيمويات بذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء مع إحدى كبرايات الشركات اليابانية حضرت توقيع المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وباتسو باياشي كينوشيرو نائب السفير الياباني بالقاهرة وبمجب الاتفاقية سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتغزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام أحدث التقنيات اليابانية على أن يتم مال انتهاء من الدراسة خلال ستة أشهر تمهيدا للسير قدما في تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجاري والبيئي كشفت شركة أنبيب البترول عن ارتفاع إجمالي إرادتها خلال العام المالي 2020-2021 إلى مليارين وثمانمائة مليون جنيه بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق وأكد وزير البترول بالثروة المعدنية أضم مهندس طارق الملة خلال أعمال الجمعية العامة لشركة أنبيب البترول لاعتماد نتائج أعمالها على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسي وأداء اقتصادي متميز وفر القطاع البترول تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالميا وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعي أكد وزير التنمية المحلية السيدة اللواء محمود شعروي أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خطط أحمر ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها وأوضح شعروي أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتح السيسي لملف إزالة التعديات ومخلفات البناء مشيرا إلى تقديم تقارير متابعة يومية لرئيس مجلس الوزراء وشدد اللواء محمود شعروي على إنشاء غرفة عمليات مصغرة في كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات موجها الأجهزة التنفيذية في المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في البهد واتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة في شأن آخر أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي تسلم محافظة الفيوم المدفن الصحي الآمن بمنطقة كوم أشين بمركز طاميا بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه أكد شعروي على استمرار جهود الوزارة لمتابعة تسليم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة النظافة في التوقيتات المحددة وبما يساهم في تحسين مستوى تلك الخدمة في جميع المحافظات لإعادة الشكل الجمالي والحضري للشارع المصري خاصة مع البدء الفعلي في تطبيق المنظومة في محافظة القاهرة وأشار إلى أن المشروعات الجارية تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية لقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات مع إنشاء محطة وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بدأت الهيئة الوطنية للإعلام بباسبيرو تطعيم العاملين بقطعاتها المختلفة باللقاح فيروس كورونا وذلك بالرعاية الطبية بباسبيرو لجنة التطعيم بالرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام واحدة من اللجان التي تعمل على مضار الساعة لتطعيم العاملين كافة بقطاعات الهيئة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة المرض ومن انتشاره نحن نهارده في الإسبوع الثاني من حملة التطعيم الحمد لله إقبال كسيف جدا جدا من الزملاء بالهيئة الوطنية للإعلام بيعكس مدى الوعي اللي بتوجهه الدولة لكل قطاعات بحيث أن نحن نبدأ في عملية التطعيم حضرتك عارف أن طبعا نحن في تحذر وفي تحسس من أن يبقى فيه الموجة الرابعة وزيادة الأعداد نحن نرفع مستوى الوعي سواء بالنشرات الداخلية داخل الهيئة الوطنية الإعلام الإزاعة الداخلية تكسيف التطعيم والتطهير على الأماكن الأكثر الزحامة من الكافتريات البوابات الدخول والخروج الرعاية الطبية نحن هنا كمان الجزء المهم جدا هو جزء التسقيف الصحي وجزء الاتجاه نحو انتهاء الحمد لله من تطعيم جميع الزملاء بالهيئة الوطنية الإعلام فيه تعاون وصيق ما بين وزارة الصحة وفيه توجيه من معالي السيد رئيس الهيئة الوطنية الإعلام بتوفير كل الدعم وكل التوجيهات بحيث أن يبقى فيه تعاون ما بين جميع القطاعات والعلاقات العامة لكل قطاع ونحن نعمل جدول زمني لكل قطاع حتى الزملاء اللي هم مجوش في الجدول الزمني بيجوا يوم السبت يوم السبت حضرتك عامين وكل القطاعات التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتم موافقا لتوصيات أكرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى عن طريق البطاقة بتسجل على الصياد اللي موجودة على النت وساعة ما بيجي لهم رقم تسلسولي إلى عشر رقم بيبتدوا ياخدوا الورق الموافقة المستنيرة أو الاستمارة بتاعت الموافقة المستنيرة بيبتدوا يملوا الاستمارة على حسب بقى الأمراض كل واحد هل في أمراض مزمنة ضغط سكر أمراض كلا أمراض كبد وما إلى ذلك هل في حساسية من أي نوع حسية صدر حسية أنف أو أي أمراض هو بيبتدي يعملها وعلى أساسه هنا الدكتور بيحدد هل ينفع أنه ياخد التطعيم أو يتأجل لحين الشفاء بكل حالة وليها سرنجة لوحدها وبنلبس جوانتي بين كل حالة وحالة والتطعيم طبعا محفوظ في البوكس تحرر معينة العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام أثنوا على الإجراءات المنصرة خلال أعمالات التطعيم في الأول نحن نشكر السيد الرئيس الجمهورية على تواجده لجرعة التطعيم وكذا الأستاذ حسين زين والدكتور عصام مع الزوز إسر إلارة مركزية للرعاة التبية لإجراءاته أنه هو تعاون مع وزارة الصحة تواجده هنا لجرعة لتسهيلها معنا وما تبناش فهي شيء الصراحة طبعا ده وقاية وبعدين نتخذين دعنا لغاية هنا فهذه فرصة عظيمة أن نحن نتطعم فيه بدل برة وزحمة وكذا أحد رقمها فيه زحام الحمد لله بتخش بوقت أولئة جدا بتطعام والإجراءات الاحترازية على تم الاستعداد إجراءات الميسرة وخدمات اللوجستية تتم على مدار الساعة خلال عملية التطعيم للعملين بالهيئة الوطنية للإعلام بتوفير الأجواء اللازمة لتيسير عملية التطعيم محمد حلمي التلفزيون المصري تشدد وزارة النقل على جموع المواطنين بتخذ إجراءات بقايا أثناء استقلال المواصلات العامة ووسائل النقل المختلفة خاصة القطارات بالتزامن توصل محطة سكك حديد مصر اتخذ جميع الإجراءات من تطهير وتعقيم واتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية مع توقيع الغرامات على المخالفين ملايين المواطنين يترددون يوميا على محطات السكك الحديدية مرفع حيوي يمثل شريانا رئيسا في حياة المصريين ومع موجات كورونا المتعقبة يستمر آداء السكك الحديدية في تعقيم القطارات ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية داخل العربيات يتم التأمين والتعقيم من جميع المقابض والمقاعد داخل العربات والأرضيات والأسطح وذلك للتأمين دخول ركاب داخل العربات دخول الركاب داخل المحطات وهو داخل المحطة يابد من ارتداء الكمامة وفيه توجهات وتجديدات مكسفة على هذا الموضوع لارتداء الكمامة وهو داخل المحطة علشان يستقل القطار بيبقى فيه أمان وهو داخل العربات نفسية وترصد كاميرا أخبار مصر مدى تطبيق الإجراءات من تعقيم وتطهير وتتفاوت نسب التزام المواطنين أثناء الدخول لكن تتم المتابعة باستمرار بسم الله ما شاء الله بس ربنا يكرمنا والشعب يلتزم بالحاجات اللي بتطعم حتى بره وقفونا عشان الكمامة والشنطة يعني كنت يدخل الشنطة فاضية أصلا بس هو دخلني قال لي عديها من السرك مش هديني لازم ما تخش المحطة علما كلها بس الكمامة بتحتكو وعطي التذكرة بتحتكو كل حاجة المحطة مصر تمام لكن فيه محطات تانية مظلومة كتير عايزة نفس اللي بيحصل في مصر هنا المستوي ببرده في المحطات التانية تحذيرات مستمرة من الحكومة لجميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على مسافات التباعد باستمرار إجراءات احترازية نتم تطبيقها ومتابعتها داخل محطات السكك الحديدية على أمل تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الدخول إلى التجمعات خاصة داخل القطارات من محطة مصر حماد العرب التلفزيون المصري تفعيلا لمبادرة حياة كريمة نظمت مدرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة القافلة تأتي بالتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي وتهدف للعمل على تيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الفيوم تم تنظيم هذه القافلة المجانية ضمن القوافل الطبية التي يتم تنظيمها تيسيرا على المرضى وتخفيفا للأعباء عن كاهلهم في إطار مبادرة حياة كريمة وتوجهات الدولة بالتوسع في تنظيم هذه القوافل لتصل إلى المزيد من القرى النائية والمحرومة مع زيادة عدد تخصصاتها بما يحقق أكبر استفادة ممكن للأهالي هذا الأعاقة بالتحديد وبعده بعض المواطنين بيجوا مع الحالات الأسر برضه بنكشف عليهم برضه العلاج عندنا يعني العلاج كامل في كل الأمراض الموجودة عندنا في العيون الموفرين كل العلاجات الموجودة هنا في القافلة كمان بنقدم إياس نظر للمرضى بنعمل لهم كمان النظارات بنقدم لهم كمان النظارة مجاني يعني المريض بيخش عن نظر وبيتفعش فلوس خالص القافلة نظمتها مدرية الصحة بالفيون بالتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمنها تم إجراء الكشف على أمراض العيون والأسنان لذويئة الاحتياجات الخاصة حيث أجري الكشف عن أمراض العيون لمائتين وثمان وخمسين حالة وتسليم النظارات الطبية لمائة وخمسين منهم وإجراء عمليات المياه البيضاء لمائة حالة وصرفت الأدوية المجانية للحالات المستهدفة فضلا عن إجراء الكشف على مائة وست واربعين حالة بعيادة الأسنان كشف العيون بيوفروا نظارات وبيوفروا عمليات مياه بيضاء والمحتاج لعملية بالنوع تاني بيأخذوا الرقم بتاعه وهيتصلوا بيه يعملوا هالو بيدوا علاج بيدوا أطرات بيدوا نظارات النهاردة عطوا نظارات قرية ونظارات مش هتسلموها بعد عشر أيام نظارات المش بالنسبة للعيون جايبين دكاتر على أعلى مستوى بيكشفوا قاع عين وبيكشفوا بدقة جدا شفت نظر وكشفت سنين يعني اهتمام فوق الكمة الحمد لله يعني صرفت على اللاجل السنان وتتعمل للنظارة السرعة جميلة أنا دخلت كده بسرعة وكشف كان حلو كشفت عيون وكشفت سنين قافلة تأتي في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية في قرى المحافظات لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بهم سوزا مصطفى التلفزيون المصري بحثت وزيرة الثقافة دكتورة إناس عبدالدايم مع وزير السياحة والأثار دكتور خالد العناني وضع استراتيجية للترويج الثقافي والسياحي لمصر محليا وعالميا تبقى للمعايير الدولية وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وأكدت عبدالدايم دور القوى الناعمة بمختلف صورها في التأثير الإيجابي على المجتمعات موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذي يستند إلى استثمارها وتفعيلها لخدمة جميع الأهداف التنموية من جانب وجهة الدكتور خالد العناني الشكر لوزيرة الثقافة على ما تقدمه من دعم لتنشيط حركة السياحة وشيدا بمشاركتها في مختلف المحافل التي يتم تنظيمها خاصة موكب نقد المميوات الملكية وأكد العناني أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا سياحيا وثقافيا دوليا كبيرا إلى جانب إقامة العديد من الأحداث السياحية والفنية وثقافية الضخمة في المدن السياحية والمناطق الأثرية للترويج الدعائي لها داخل مصر وخارجها نشرت وزارة التموين بالتعاون مع القطع الخاص سيارات متنقلة ببعض ميادين القاهرة بتخفيضات تصل إلى 20% بالنسبة للسكر من جانبه قال كريم جمعة معاون وزير التموين إن نشر هذه السيارات يأتي تخفيفا عن المواطنين مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر بها ثمانية جنيهات وانتشرت تلك السيارات وانتشر معها الخير بتخفيضات تصل إلى 20% بالنسبة للسكر اليوم كان تواجد تلك السيارات بروضة السيدة زينب وغدا سوف تنتشر بأماكن أخرى المطروح من الكيمات كبيرة جدا وموجود متوفر وبأسعار كويسة للجمهور لأي أحد وأي أسعار بس للجمهور مش للتجار المواطن وكالعادة وجد في انتشار تلك السيارات طريقا للتخلص من جاشه البعض فسماني جنيهات والسعر الذي يباع به الكيلو الواحد بلا بتمانية ونص هنا بتمانية حيل ووفر عليها من اللي بجيبه من المحيل بعشرة جنيه النهاردة الكيلو بيوفر عليها من جنيه جنيه ونص كل هذا جاء وسط رقابة تموينية كبيرة للتأكد من السرع المعروضة سواء في الجودة أو الالتزام بالمعلنة لنشر تلك السيارات بالأماكن المخصصة لذلك يعني فيه أماكن يتبقى أكثر احتياجا من أماكن أخرى منشوفها مثلا مكان اللي احنا وفيه فيه النهاردة دا كان مصدرات السيرة دا ما كان من ضمن الأماكن اللي لسه مستحدثة ومنقول فيها عشوائيات بالنسبة لمحافظة القيارة فده من ضمن الأماكن اللي هي تبقى محتاجة حاجة زي كده القوافل التي أتت ردا على عرابي الأزمات بنقص في السقرة جاءت تصريحات معاون الوزير للملف اللي تؤكد دا وجود استراتيجي كبير من السلع يصل لها إلى الستة أشهر المبادرة تقدمت لنا بأحدى شركات القطاع الخاص لتوفير سلعة من أهم السلعة الأساسية اللي هي سلعة السكر وده يمكن ردا على الشائعات اللي كانت ترددت في فترة من الفضلات على عدم وجود سكر في مصر مصر فيها سكر والحمد لله مخزون للستراتيجي عندنا يمكن لفترات طويلة كان أحيانا بيزيد عن السبع والثمان شهور وعندنا دلوقتي ما يكفي لأكثر من ست شهور كسكر استراتيجي موجود داخل جمهورية مصر العربية وبحسب القائمين على الأمر فإن تلك الصناعة قد وصلت لإنتاج يصل إلى التسعين في المائة في السنوات السبع الأخيرة بجانب الميادين الرئيسة تنتشر تلك السيارات بالميادين الرئيسة بالمحافظات إضافة إلى سيارات القوات المسلحة والشرطة المدنية والهدف في النهاية هو توفير السلع للمواطن بتخفضات قد تصل في البعض منها إلى السلسين في المائة رمضان الشحاتة التلفزيون المصرية وهذه عودة إلى نبأ استقبال الرئيس عبد الفتاح أسيسي لرئيس مجلس أنواب الليبية عقيل صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إذ أكد السيد رئيس موصلة مصر لجهودية لتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسة الوطنية الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات بنهاية العام الجاري فضلا عن منع التدخلات الخارجية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل منه السيد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءا من استقرار مصر وقد رحب السيد الرئيس بالقادة الليبيين مثمنا سيادته وحرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية كما أكد السيد الرئيس مواصلة مصر جهودها للتنصيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري فضلا عن مناء التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية من جانبهما أعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهم الكبير للدور المصري الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين معاربين عن عميق تقديرهما للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاط على عطقهما خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد كما أكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية خاصة ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وذلك بالتوازي مع تعزيز المصر الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامها وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالية حالة الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت لأكثر من 225 مليون بينما تخطت حصيلة الوفاية حاجز الأربعة ملايين وفي الصين أعلنت السلطات والصحية أن الإصابات المحلية الجديدة بفيروس كورونا زادت لأكثر من الضعف في أقليم فوجيان جنوب شرقي البلد بما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قيودا على التنقل لوقف انتشار الفيروس كانت الصين قد سجلت أكثر من 95 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 4600 حالة حتى عبس بدأت اليونان اليوم طرح جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لحوالي 285 ألف شخص من الذئات الضعيفات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى واستأمال بالحد من ارتفاع معدل الإصابات بسلالة المتحورة دلتا وأضحت رئيسة اللجنة الوطنية اليونانية للتطعيم أنه يمكن تناول الجرعة المعززة بعد 6 إلى 8 أشهر من الجرعة الثانية وبالنسبة للمصابين بضعف المناع يمكن أن يتلقوا الجرعة المعززة بعد 4 أسبوع فقط من الجرعة الثانية وأفادت بأن 140 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما تلقوا اللقاح المضادة لكورونا حتى الآن منددت السلطات الإسترالية اليوم تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة كامبيرا حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل مشيرة إلى أن الإجراء ضروري بالتزامن مع تكثيف حملة التطعيم ضد الفيروس كانت السلطات في إستراليا قد أسطرت أوامر لشكان كامبيرا البالغ عددهم حوالي 400 ألف بالتزامن بالتزام منازلهم منذ 12 من أغسطس الماضي يشار إلى أن أستراليا قد سجلت أكثر من 75 ألف إصابة وأكثر من 10 من ألف وفاة منذ بداية الجائحة أما بريطانيا فقد أعلنت اللقاء إلى عمليات إغلاق للتصدي لفيروس كورونا المستجد خلال فصل الشتاء سيكون هو الملاذ الأخير وقال وزير البريطاني لشؤون لقاحات ناديم زهاوي إنما تحاول السلطات القيام به في الوقت الحالي هو تحويل هذا الفيروس من حالة جائحة إلى مرض مزمن من خلال برنامج التطعيم وأشار الوزير البريطاني إلى أن عمليات الإغلاق كانت هي الأدات الوحيدة في السابق ولم يعد هذا صحيح تأتي تصرحات زهاوي قبل ساعات من أعلان رئيس الوزراء بورد جونسون عن الخطة المزمع وضعها لمكافحة فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل أعلن الكريملين اليوم أن رئيس الروسية بلادمير بوتن بصحة جيدة تماما ولم يصب بفيروس كورونا وقال المتحدث باسم الكريملين أن بوتن قرر الدخول في عزل ذاتي بعد مخلطته شخصا مصابا بفيروس كورونا وشيرا إلى أنه خضع لفحص للكشف عن الفيروس دون تحديد نتيجة الفحص كان بوتن قد التقى في وقت سابق مع رئيس السوري بشار الأسد في الكريملين كما اجتمع مع عدد من الرياضيين وتفقد تدريبات عسكرية اعتبر رئيس روسي فلاديمير بوتن أن المشكلة الرئيسية في سوريا هي التدخل الخارجي ووجود قوة أجنبية على أراضيها دون إذن من الأمم المتحدة وخلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو رحب بوتن بمعاصفها بالأضرار الهائلة التي تكبدها مسلحه المعارضة وأضاف أن القوات الحكومية باتت تسيطر على 90% من الأراضي السورية بدوره قال الرئيس السوري أن العملية السياسية التي بدأت في البلاد منذ نحو عامين تواجه عوائق بسبب دعم دول لم يسمها لمن وصفهم بالإرهابيين ولفت إلى أن بعض البلدان فرضت حصارا غير إنساني أو قانوني على الشعب السوري ذكرت خدمة تانكر تراكرز الإلكترونية لتتبع شحنات النفط أن لديها صورا تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت الوقود في ميناء بنياس السوري من أجل نقلها إلى لبنان برا وقدرت حجم الشحنة بنحو 33 ألف طن متري من زيت الوقود كان حزب الله قد أعلن أمس أن أول سفينة تحمل زيت الوقود الإيراني قد رست في سوريا الأحدى الماضي وأضف أن الشحنة ستصل لبنان بحلول يوم الخميس المقبل وأضف الحزب أن شحنة ثانية من زيت الوقود ستصل إلى ميناء بنياس خلال بضعة أيام تليها شحنة ثالثة من البنزين وربعة من زيت الوقود قال وزير البالية في الحكومة اللبنانية السابقة غازي وزني أن الحكومة الجديدة ستوقع في غدون بضعة أيام عقداً مع إحدى الشركات العالمية بشأن التقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي وجاء تصريح وزني بعدما رسم تسليم مهامها لخلفه يوسف خليل كان البنك المركزي قد وفق في أبريل الماضي على تسليم الوثائق المطلوبة إلى الشركة المتخصصة في تقديم استشارات إعادة الهيكلة ويعد التدقيق في حسابات المركزي شرطاً رئيسياً لحسول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية قال الدفاع المدني بسودان أن الفيضانات المسومية في البلاد هذا العام أدت إلى مصرع 84 شخصاً وإصابة 67 أخرين في 11 ولاية وأضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن القتلى لقوا مصرعهم غرقاً أو سعقاً بالطيار الكهربائي أو من جراء انهيار منازلهم وضف أن الفيضانات أسفرت عن تدمير حوالي 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر أنحاء البلاد ختم النشر ونذكركم بأهم ما عرضنا خلال استخباله رئيس مجلس النواب الليبي والقائدة لقوات المسلحة الليبية رئيس السيسي يؤكد مؤصلة لجهود لدمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الرئيس السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر ويؤكد أن التقرير شهادة على صمود المصريين في مواجهة التحديات قدمنا لحضرتكم نشرة الأخبار من الفضية المصرية شكراً بحسناً